الدخلية بقى بيدراعه بيلاعب أسوان فأسوان قدر يفوز على أسوان 4-2 في مباراة مصيرة جدا الدخلية بيتقدم 2-0 وبعد كده أسوان يتعدل 2-2 وبعد كده الدخلية يسجل هدفين تانين وسط ملعب أسوان وجمهير أسوان العظيمة فالدخلية عمل إنجاز بصراحة مش طبيعي أوش يعني كان ممكن يهبط الدخلية بس الشمعة جهاز فني محترم ومع لعبين إلى حد كبير يعني محترمين أو معظم اللعبين يعني عندهم إمكانيات كويسة قدر يبقى في اللحظات الأخيرة في الدوري الممتاز عشان تبدأ رحلة جديدة للدخلية في الدوري مع الكابتن الكبير كابتن علاء عبدالعلي معي عبر الهاتف الآن كابتن علاء منور الدنيا أهلا بيك كابتن كريم أهلا بيك الحمد لله الموضوع كان صعب أكيد عليك وأنا بشوفك في المباراة أخيرا كنت متابع مباراة الدخلية وأسوان تحديدا أنت كنت خلاص أنا كنت مشفق عليك أغلب جمهور المصري كانت تتابع المباراة المصرية لأنها تعتبر مباراة بطولها لا تقل عن المباراة اللي يحصل على الطول الدولي أو كاس فهي كانت مباراة مصرية لفريقين بناموا بعض الدخلية وأسوان والنحية الثانية في فريق ثالث مشترك معنا المحلة طبعا دي لحل السحوزة وحايفول فهي كانت مباراة صعبة جدا حتى أحداثها كانت صعبة جدا ربنا اكرمنا لأننا تعيبنا والجهاز الفني واللاعبين وأبينا الإدارة تعيبنا جمع جدا عشان نقب الفريق في ظل الظروف الصعبة اللي كانت بتواجهنا في ظل وجودي فترة صعبة جدا يمكن أنا جيت يوم 20 يناير يعني قبل انتاء وصلت في يناير في يومين بصراحة يعني في عدمي كتير جدا نحن نرحق نجيب مجموعة لعيبة تندتنا كتير جدا في المباراة الدور الثاني الحمد لله الداخلية لما أنا فاكر بعد ما أنت توليت المهمة بشهر أو اتنين يا كابتن علاء سألتك قلت لك الداخلية هيقعد في الدور لا قلت لي آه هيقعد في الدور إحنا عندنا أعمال كبيرة إن إحنا نقعد في الدور بس كان فيه مطابات كبيرة وصعبة للداخلية على مدار الدور الثاني تحديدا ويبدو كان فيه في بعض المباريات كثير من سوء الحظ هل في أي لحظة من اللحظات ييست أحبط حسيت أن الأمور هتبقى صعبة لا هو ممكن حسيت أن الأمور صعبة إنما ما يقزتش ولا أحبط لأن الكلام ده لو كان مصلي كان هينعكس على اللعابين وده لو وصل للعابين هتبقى الأمور صعبة لأنهم الأداة بتاعتنا وهم اللي بينفزه في المرعب فكان صعب جدا إن أنا أوصلهم حاجة زي كده حتى لو كانت داخلية جواه من الأمور صعبة إنما ما يقزتش لحظة والله بالعكس يعني أنا كنت بلعب أو بشتغل على النواحي النفسية والزهنية اللعابين بشكل كثير جدا ومعايا الجهاز وكنا بنخلق لهم دوافع كتير عشان قاطر إننا هنوصل بالبقاء في الدول يمكن خسرنا مباراة كتير جدا والنقاط فعلا ما كناش نوصل حك كنا بنقدم مباراة قوية ويمكن آخرها كانت مباراة الإسماعيلي في السويس عملنا مراجلة جدا في الأسف وقت وفي صحرنا يمكن دي كانت مباراة النجاة للنادي الإسماعيلي المؤنفة فلنحن بقى في حزمة تانية المباراة الأخيرة ومباراة مصرية فلا اشتغلنا على العامل النفسية والدوافع للعبين لغاية ما قدرنا الحمز والله ربنا كررنا وحزنا من ذراه وبقينا في الدورة عندك كام لعيب كده مهمين جدا يا كابتن علاء زي البنوبي مثلا وسامير فكري وأسماء أخرى هل أنت حسيت في أي لحظة أن الأمور ممكن تبقى بالنسبة للعيبة دي بيفكروا في المستقبل أكتر من الحاضر إزاي تقدرت تسيطر على اللعيبة المهمين في الفريق لا أولا أولا هم لعيبة محترمة جدا يعني والغالبية منهم يعني يعني تحت جديد يعني 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 صعوده كان معي أنا وانا في بيت رجيت يعني وانا صدق من سنة في بيت رجيت في الفكر معي في الداخلية من 2016 لما جدت برضو من قطاع الناشئين في الانتاج الحربي واشتغلت معاه فالولاد دول ولاد أصلة يعني يعني الشال والذي بيل بالإضافة طبعا لعيبة الكبيرة المحترمة زي عماد السيد زي محمد نجيب زي عماد السيد محمود طلعت حتى لعيبة الأفار محترمة جدا يعني والشيد أحمد بيبينه عارة من سيراميكا بس الولد بموت نفسه الملعب صحيح لا المجموعة كلها كانت حيلة حاسين بتعامنا نحن كجهاز فني وحاسين بالموقف الصغير وبصراحة النادي ما بيتخلش عليه وفي حدود الابتليات المتاحة طبعا يعني لما النادي يعني طبعا هم اللعيبة طبعا شايفين الأندية الأخرى المكافئات يعني المعدية وإنما يعني كنت بشتغل أنه هو ده المتاح ولو يقدر يعمله أكتر بس هم شايفين النادي اللما بيقدر ما بيتخلش عليهم فاشتغلنا بشكل كويس وكنا أسرى واحدة ويمكن برضو ربنا كرمنا ووفقنا عشان خاطر الحسن إن حتى لو كان في العيبة بجيلا عروض أو بعض وقر بيكلموها أو بعض الأندية بيتكلمها قلت لهم طيب يعني ما فيش مشكلة خالص بس يعني يعني كملوا الجميل النادي اللي هو شعر وخلكم وتتعرفوا وخلكم الأندية يتتغل عليكم كملوا الجميل النادي وقف في الدارة ممتاز واللي عايز يمشي يتقدم بالعروض ومشي يبقى فيه أي مشكلة فهي كانت مهمة صعبة جدا لكل الوجوه بغاية ما ربنا كرمنا وكرم كبير أو بالبقاء في الدارة ممتاز عظيم جدا كنت علاء المستقبل إيه بالنسبة لحضرتك مستمر مع الداخلية ولا خطوة جديدة هو حتى الآن أنا مستمر في نهاية الإسبوع إن شاء الله فلسه يعني هنفتكشف بعض الأمور الخاصة بالفريق التدعمات التدعم ده كله عشان ما نعانيش لأن السنة دي هو موسم الجديد هيتبقى موسم قوي جدا شايفين أن ديها صعبة الإمكانيات صعبة وموجودة فهنعب تدعم لغاية ما نتفق على كل حاجة إن شاء الله بحش بحش أن الكيمية بتاعتك أنت والداخلية دايما رجبة كابتن علاء يعني العلاقة بينكم ليوم وليه أنا أحس براحة نفسية طبعا في نهاية الداخلية دا بيتي وهو العمل اسم على عبد العيل وأنا تعبت وردو عملتي اسم الداخلية الحمد لله في الدارة ومبتنظر مصري أهم حاجة المهمة جدا في نهاية فيه ألبياء كتيرة طبعا المدير الفني بيبقى مرتاح فيها وخاصة لو الإدارة تبقى ساهمة بيبقاش فيه تدخلات يعني أنت عندك ما فيش تدخلات بيسيبوا مدير الفني بيشتغل براحته ويهو اللي بيجيب اللعبة ما فيش أي تدخلات خاصة بالفنان كل واحد يعرف شغله إيه وعرف حدوده إيه إنما في الناس دا بيتي ودي كان أقل حاجة أردنا من جميل أن يكون موجود معهم في وقت القاسدة وأننا نعبهم بالدارة الحمد لله عظيم جدا أنت عندك مواجعة كبيرة أمام النادي الآلي يوم تلاتين في الكزام حولك قلت المواجعة دي شايفها إزاي خاصة النادي الآلي في أفضل أحواله يمكن على الإطلاق بس هتقابلنا مشكلة كابسن كريم ويريد برضو يتكلمت فيها قبل كده يريد برضو تصارم خلالك إن عندنا فيه لعبة كتيرة جدا إعارات فيه لعبة عقودة هنتهت هتنتهي فطبعا إحنا عرفنا أن الكيد ممكن يفتح يوم سبعة وعشرين سبعة قبل مرات تنة يال فمعنى كده إن اللعبة دي مش هتبقى موجودة معنا فإنتك تتكلم إن اللي هيبقى حوالي عشر لعبين فقط فأنا مش هعارف برضو هنأخذ دور الستاشر إزاي ودي يعني بقول إن كل الأندية ده بالكاس مصل دور الستاشر باللعبة تعتموسم دي فلازم يحصل نعم اللي استثنى إن على الأقل اللي نلعب دور الستاشر باللعابين دول أي أنت يا كابتان عالاء أنت بتقولي دلوقتي إن أنت ممكن تلعب مواجهة النادي الأهلي لو القرار ده تطبق بعشر لعابين بالضبط كده هم دول اللي بقيين هم دول هايكون موجودين وده برضو يعني مش هبقى فيه تكافر لأن فيه كل الأندية لعبة دور الستاشر باللعابين المسجلين هذا الموسم صحيح فأنا هلعب بطولة كانت موجودة الموسم ده بالعديد لازم يستمروا لغاية يوم تلاتين لعب المباراة صحيح إنما لو فتح القيد هتبقى مشكلة اللعبة دي مش تبقى بتاعتها خلاص سواء الإعارة أو العقودة انتهت صحيح هتبقى مشكلة كبيرة مين أبرز اللعبين يا إما المباراة تتقدم تبقى يوم خمسة وعشر تبقى يوم ستة وعشر قبل فتح القيد فدي برضو موضوع عايزين نشوف المسؤولين حاجة عامل حسين ومتحاد الكورة أن طبعا تتاز تنظيم ومثلال اتحاد الكورة وليس الربطة عايزين نشوف الوضع ده هيقنن إزاي مين أبرز اللعبين المعارين أو اللعبين ما تنتهي كابتن عائد دلوقتي عندك في رشيد أحمد أعارة من سراميك عبد الرحمن البنوبي في عبد الرحمن البنوبي أعارة أو نهاية عقد لا كنا أعارة من سراميك في حوالي ثلاث لعيبة أو أربعة لعيبة من 2001 النادي الآلي في محمد نجيب عقده ينتهي لا في كمالة بالكتوح كنا أعارة من إستر كباني لا في أكتر لعيبة كتيرة مثل حراس مرمى أعارة واحد من طلع الجيش واحد من الجونة يعني الموضوع مش مش سهل خالص أنا الخبر اللي عندي كابتن عليك وتلسه أقوله حتى بعد ما أقفل مع حضرتك إنه اتحاد الكرة فعلا بيدرس فتح باب الأقيد واحد أغسطس يعني فلو ده حصل فده بالنسبة لحضرتك هيكون شيء جيد يعني هيبقى شيء جيد لو فتح واحد أغسطس هيبقى شيء جيد يبقى لا تقدر تشتغل يوم 30 في الكاس إن شاء الله إن شاء الله كابتن الكبير كابتن علي عبدالعال المدير الفني الفريق الداخلي أنا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك على النجاح في البقاء في الدوري المصري الممتاز الموسم القادم